تقدم شنو اللي تقدرون تطمنون الناس به هذا واحد الثاني ذكرت حضرتك المحاصصة المحاصصة والفساد يعني أصبحتها لازيمتين لكل موضوع يفتح في البرامج السياسية والحوارية وحتى نشرات الأخبار الناخب متخوف جدا سيد زياد بأنه أنا راح روح أنتخب مفروض الناخب يصنع قرار أستاذ سامي شون طمنوا أطمن الناخب اليوم صار عندنا وعي أنا اعتبر نفسي اليوم كمواطن صار عندنا وعي نقدر نشخص نعرف الأمور وين ماشى نعرف من اللي يقدم نعرف من اللي على مستوى المواقف الوطنية نعرف من اللي جاي يبني ومن اللي جاي يخرب كثير من الأمور مثلا على سبيل المثال معافظاتنا المحررة أتكلمان قيادي ورئيس تحالف بغداد عن تقدم من اللي هجرهن من اللي طلحهم من محافظاتهم يشجد طياراتهم من السمشالاتهم وطلعتهم اليوم يصفقولهم ويهوسولهم جايين بمشاريع سياسية جديدة وهذا اللي المفروض نوعي أهن عليه أكو ضغط بالوقت نعم بس خليجوني شخصون يعرفون من اللي يوداهم من اللي يطلحهم ومن اللي يوتى عليهم وين وصلوا خصوصا المحافظاتنا دعا تكلم وحزان بغداد والمدائن إذا تجي وتتطلع تتحول الكاميرا تدخل وشوف المأساة الموجودة على كل المستويات إذا كانت خدمية او اقتصادية او اجتماعية تلقى بلاوي موجودة بمناطقنا بلاوي موجودة لحد اليوم اللي أتكلم بياك هسا بي موجودة طب ما تتغير ما تتغير هذه الدورة أستاذ زياد بس البارت الأخير من البرنامج جزء الأخير من البرنامج رح يكون مخصص بشكل مكثف لمنطقة المدائن ومشاكلها وحتى حزان بغداد وحتى المعتقلين اشتركوا في القناة